عالم سوريا يضع جوزيف عطية في ورطة وانتقادات واسعة طالته عرض الفنان لبناني جوزيف عطية لهجوم حاد خلال الساعات القليلة الماضية على خلفية حمله للعالم السوري خلال احيائه حفلا غنائيا في دمشق قبل ايام وفي التفاصيل احيى جوزيف حفلا غنائيا ضمن فعاليات ليالي قلعة دمشق في سوريا تفاعل مع الجمهور بكثافة الا ان مقطع فيديو انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبب بلبلة الظهر فيه جوزيف عطية اثناء حمله للعالم السوري حيث هاجمه عدد من اهل بلدته الذين يعتبرون ان البلدة قدمت ثلاثين رجلا في المعارق ضد الوجود السوري في لبنان وفي الفيديو وضع جوزيف العلم على كتفيه وقال اعطيتوني العلم على الاد لانه بالغني بقول انت خلقت للفرح تعرفوا من هيدي هيدي لسوريا وفي حين هاجم كثيرون جوزيف دفع البعض الاخر عنه بشراسة معتبرين انه من الطبيعي ان يضع العلم السوري على كتفيه لانه يغني في دمشق في حين قال اخرون ان مقام به غير اخلاقي واجاء في بعض التعليقات ما فهمت وين الغلط اذا جوزيف عطيه حط علم سوريا على كتافه خلال حفله هناك هو حط علم سوريا البلد اللي شعبه بحب جوزيف ما حط علم النظام مثلا او فئة سياسية معينة نصيف زيتون بالليل نفسه غنى للبنان بحفله ببيروت بطريقة رائعة خلوا الفن بعيد عن نظريات المؤامرة والسياسة وشو طلعت واطي وصدقا بعد جائعي الشهرة صار هدفون الشهرة ولو على حساب المبدأ والاخلاق والاخلائيات مش عم افهم سبب حامل المنافقين ضد جوزيف عطيه فنان عام الحفلة بسوريا وعم يقدم وصلته على المسرح وقدم له علم البلد يلي مستضيفه شو كنتو بتحبو يعمل يرفض يغادر وبحسب التعليقات في ان مهاجم جوزيف ينطلقون من سببين منهم من رأى انه كان عليه ان يرفض الحفلة من اساسها لانه لن يكون بحاجة لاي مبلغ مالي من النظام ومنهم من انتقده من خلفية سياسية لبنانية على ضوء الخلاف بين قسم كبير من المسيحيين اللبنانيين مع النظام السوري علما انه يتحدر من قرية في البترون يغلب على سكانها انتماؤهم لحسب القوات اللبنانية كما قال مغردون اشتركوا في القناة